طب قولي بس يعني قولي انت سبت برشلونة وروحت هناك باريس سان جرمان ويعني قلت هربت من مواجهات الكلاسيكو ومواجهات ريال مدريد روحت مع كيليا نمبابي ونمار عملتوا ايه كسفتوني كسفتوني انا جاي بصورتكو انا قلت السراسي المرح اللي هياخد بطوات العالم كلها عملتوا ايه شوفتوا ارا دافع فيكم كم انا عايز فلوسي انا عايز فلوسي عشان لما اجيب صورة زي كده واجيب الحج مبابي ونمار وميسي وبالعب بيهم في البليس عشان خاطر يعني تبقى حاجة خارقة والتلاتة ما شاء الله تيجي عالطبيعة ييجي الحج كريم بنزيمة ابو ابراهيم يدي السلاسية ويدي هاتريكو وعا الرمونتدى بتلاسوع الرمونتدى بتلاسوع تك على طول ما بيهزرش وما بيرحمش مدريد ما بيهزرش وما بيرحمش يا نجم النجوم يا جامد يا شبح خلصت خلصت وده الطبيعي ده الطبيعي مدريد يمرض ولا يموت يمرض ولا يموت تقول لي اصل مدريد اقول لك كسبنا اصلهم كسبنا اصل انتم عندك كسبنا خلق مش عايزة راغي العملية مش طالبة راغي والله بص انا مخبيه بص عشان ما يتكسفوش يا بص اغير الصورة ازاي دلوقتي مدد دي كور يعني غصب عني ده دي كور هو انا كنت بنقي صور جبت الحج ابو صلاح الصورة دي بتاعت منتخب مصر ايبها تلاقي ليفربول الصورة دابل فيس ناس شركة محترمة جدا دي الراجل يعني اقترح علي خد تسولاسي نمرو بابيو ده هيدغدغوا الدنيا يا عم انت بتتكلم في ايه وهم بياخدوا كده لتشامبيونز ليجة تقول لهم هم تشامبيونز ليجة وانا كسفت كسفة ما بعدها كسفة يعني حاجة منتهى الاحراج يعني بقى انا هعمل كده انا بصور يعني هخشت لكم من جنب ده بعد ازن فالفيش هتبان ارجع مش هعمل مش هبقى شيلها ان شاء الله مش مش دي قصة خالص الكابتن والمعلم والاسطورة كارلو انشيلوتي بيلسوع وبيدب وتتشينه درس قاسي لن ينساء ريمونتادة اسطورية واحد يقول لي ما هو يا ما يا عم حصل في كرة القدم ريمونتادة دات ويا ما حصل في كرة القدم ومدريد ريمونتادة بس دي غير ليه بقى هقول لك انا بقى اسمعه الكيب قصة بس ازنك بس لو انت اومر تشوني اشترك في القناة اشترك معايا واديني اللايك ماشي انت كسبان هناك في بارك تو برينسيس واحد صفر العالم كله وكل الصحف وكل فقهاء كرة القدم بدأوا يتكلموا يقول لك ايه يعني نعتقد ان في العودة على ملعب باريس على ملعب سانتياجو برنابيو مع قلريا المدريد نعتقد ان باريس سان جيرمان سوف يفوز مرة اخرى عارف انت ومرسلين بينيس بورس رايحين جايين يعاني وبترجمه وبتاع وهو ده اللي بيتم وبترجم بقى المحادمين الصحفيين الاجانب فالترجمه بقى وما رأيه كافيف يا ملعب كده دخل كده شوط الاول بصراحة هب جون بعد كده كور جون تاني تلغى ارواده بصراحة جاب هاترك خلينا بصراحة نعطي كل ده حق نحقه مبابي ده لازم يجي مدريد لازم يجي مدريد لو مجاش هتروح نخطفه من هناك من قلب فرنسا من بارك دو برينسس ونجيبه هنطلع من مبابا كده بمقربسات نجيب مبابي ونودي ريا مدريد اسبانيا ونرد تاني هي نفس الفردة هي نفس الفردة بيحمل مبابا بارك دو برينسس بارك دو برينسس سانتياجو برنابيو مبابا هي بتمشي كده مسلس وبنطولش في الوقفة فبابي ده لازم يجي مدريد الوقت جاب تلت جوان جونت حسب وجونين افصيد عمل اللي عليه خلاص فالدنيا كتكفة رايحة لاتجاه باريس سانت جرمان ولكن عمنا كره انشلوت يسكت لا ما يسكتش يسكت ليه هو صغير هو كره انشلوت صغير راجل زي الفل الراجل بدأ يلعب تاكتكس باع على بوتشينو تعال تاكتكس يا معلم وبالراحة عمل تغيير رودريجو قالك رودريجو اللي نازل ده جدعان انت منزله ازاي كما فينجا انت منزله ازاي مين دول زابط نص الملعب يا برنس رودريجو نزل سانة دي القصة رح نزل وراء لويز فاسكيز فاسكيز بقى مع رودريجو على نفس الخط يسند معهم على يمين مودريتش بقى مسلس في نص الملعب يعني رأسه نحية نص الملعب بنزيمة انت تحرك في كل حتة قناص بيركز بيقطع القريبة هو عارف ومركز ان باريس سان جرمان بيعتمدوا على البد من الخلف يعني بيبدأوا الهجمة من وراء لقدام بيقعد يبصي دوناروما يلا خد يا حج والنبي حكيمي اديها ناحية تانية لمينديزي اديها مش عارف لمين بالراحة فبنزيمة مركز ان في لحظة مدباصي واللعب مش واخد باله خش اختفى وهي رايحة كده الجون التالت ده جون تاريخي جون راهيم ان انت تبقى قناص راجل انت والكورة رايحة بوش رجلك فارس تايم تك جون على طول ما فيهاش الجون الاول بتاع فينس جونيور اللي لعبه البنزيمة بنزيمة مركز وعارف انه رايح يلعبها في الدايقة هو عارف هو رايح فين ومركز رايح فين غير الهدات اللي طول المطش غير 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 يا جماعة عشان بس الناس اللي بتقلل من كريب منزيمة ايه يا نبني بتقلل من مين يا معلم بتقلل من كريب منزيمة ازاي بس انت اقنعني بتقلل منه ازاي يعني مفروض الراجل يعمل ايه تاني عشان يقولك اننا من افضل مهاجمين العالم يحطم ارقام ايه تاني كسر ارقام ايه تاني ده عامل مطش لوحده كسبان لوحده التلات جوان هو اللي جايبهم آكت المنظومة كلها كاملة ومدريتش عمل لقاء اكثر من رائع ولكن في الاخر نبني بنزيمة هو اللي خلص يعمل لك ايه تاني هو يعني الراجل يعمل ايه تاني مفهاش انت داخل سانتيجو برنابيو تداخل المقبرة مقبرة الغزاة رايح فين يا كبير انا بس والله يا جماعة انا صعبان عليها باريس سانجرمان في حاجة الفلوس اللي اتصرفت دي كلها يعني هتودوها فين يعني انت جايب ميسي وجايب نمار وجايب بمبابيو بص التشكيل اصلا ومعاك دي ماريا ومعاك سيرجيو راموس ومعاك فينلدم ومعاك دوناروما وماركنيس واشرف حكيمي ومينديز ودانييلو بريرا واندر هريرا ومين تاني والله عشان ما بقاش نسيت يا جماعة وفيراتي يعني معاك ترسانة يعني انا لما جالعب بلاي ستيشن باخد باريس سانجرمان وعمل ايه فمرة كده حبيت ان انا بقى اغنى واحد في اللعبة ماشي حطيت ميزانية ودخلت جوا بيعت كل اللعيبة اللي موجودين دول جالي ارقام اسطورية ارقام خرافية يا معلم فانت بتتكلم ان عالطبيعة دول كمان ارقام خرافية يعملوا ايه تاني مدرب وجابه لعيبة وجابه ميسي وجابه نمارو ومبابي انت بتخيل خطه جوم مبابي ونمارو وميسي قدامه الناحية التانية فينيسيس جونيور واسينسي وبنزيمة مع كامل احترامي للجميع البوب فيهم بنزيمة عشان ننجز ايه ده بقى ايه ده بقى ده بقى ده وفي الاخر كسبت الحمد لله بمنتهى الثلاثة والبساطة وجون واحد جون التاني جون التاني وجون تغضغط ضغطة بنت الذين وشط التاني وقفشهم في نصة ملعبهم مش عارفين يطلعوا مش عارفين يبنوا هجمة من تحت القدام مش عارفين انت ضغط عليهم من تلتهم الدفاعي فبقاش عارف يبني هجمة ويبعرفش يعمل غيرها ده جدعان ده يعني انا مش عارف اقول حارس افتكاسة لا يكون افتكاسة انا عمد بقتنع بكيلور النافاز عنه يعني انا كوجهة نظري كيلور النافاز بالنسبة لي افضل من ده ده روما ميت مرة ابننا كيلور النافاز اللي كان عندنا وفرطنا فيه بغض النظر يعني انا بحب كيلور النافاز جدا وبيحب ان هو مقاتل وان هو بيلعب لاخر لحظة وان هو عنده عزيمة واسرار وروح تحس ان هو بيلعب بروح التشيرت مش فارق معادي موت نفسه في ملعب دونوروما العيب اه ايه ترمي خد يا بنزيمة هب واحد اه بنزيمة خد اثنين اه بنزيمة خد تلاتة معلش يا دونوروما والله المرة الجاية يعني اتعد علينا بص الساعة كام تسعة لربع كده بنكون قبل ما نقفل انا اديك ان شاء الله اللي فين نصيب ايه يا بعلم ده ففي النهاية الف مليون مليار مبروك لكل جمهور ريال مدريد في جميع انحاء العالم وان شاء الله الجايات اكتر كان معاك اخوك عمر عاطف من قناة صاحب الكورة اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد انا قلت صاحب الكورة صاحب صاحب الكورة اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم